أصبح المواطن البسيط في مناطق صيدرة الميليشيات يشعر بالخوف كلما اقترب موعد المولد النبوي الشريف فهذه المناسبة الدينية الروحانية أصبح اقترابها كابوس للأسرة اليمنية حيث تقوم الميليشيات وعبر أجهزتها بعمل أزمات مشتقات نفطية متعددة تبدأ من خلال دفع المواطنين إلى التزاحم على محطات المشتقات النفطية وإشاعة الهلع حول اختفاء المشتقات النفطية والغازية حيث بدأت ضوابير السيارات في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت صيدرتها وقامت أجهزة الميليشيات بطبع كروت تم عدادها منذ وقت مبكر لتسليمها للوقفين في ضوابير ضويلة لدخول المحطات وتعبئة 40 لتر من الوقود تقارير إخبارية أكدت أن الحوثيون يختلقون أزمات نفطية مصطنعة من أجل بيع الكميات الكبيرة المخزنة لديهم في السوق السوداء حيث أكدت مصادر حكومية أن توريدات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة تتم بكل سهولة ويسر منذ بدء سريان الهدن الأولى والثانية والثالثة ومنذ فبراير الماضية فرضت الميليشيات الحوثية خمس جرع سعرية جديدة على أسعار المشتقات النفطية حيث رفع السعر قيمة العشرين لتر من ثمانية آلاف وخمسمائة إلى عشرين ألف ريال وأضافت مصادر بفريق الأمم المتحدة أنه تم تفريق خمسة وثلاثين سفينة نفطية خلال فترة الهدنة تحمل تسعمائة وثلاثة وستين فاصل أربعمائة وثنين وتسعين ضن وهي جميع السفن التي تم التقدم بطلب دخولها إلى ميناء الحديدة وأكدت الحكومة وعبر وزارة الخارجية أن الميليشيات تجبر تجار ومستوردية المشتقات النفطية على مخالفة القوانين والآليات المعمول بها منذ الإعلان على الهدنة في سبيل دخول النفط المهرب ودخول المواد المحظورة ليتم استغلالها في العديد من الأعمال العدائية وأكدت الحكومة أن الميليشيات تسعى للهروب من الاستحقاقات القادمة المتمثلة بفتح الطرقات وفك لحصار على مدينة تاعز ورفض صرف رواتب للموظفين من توريدات المشتقات النفطية والعمل على تعضيل أعمال اللجنة العسكرية في سبيل إضالة أمد الصراع وجني الأموال من خلال خلق العديد من الأزمات على المواطن البسيط ترجمة نانسي قنقر